اشتركوا في القناة عمل فستان صيفي بموديل حلو قوي كلوج وواسع وهنتعلم ازاي نعمله بمقاسات مختلفة من سن الموليد وحتى المقاسات النسائية يلا بينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق مع بعض الادوات اللي هستخدمها هستخدم خيوط صوف جنجاو بالالوان اللي احنا شايفينها وانت طبعا تقدر تستخدمي الالوان اللي تحبيها سواء سادة او جنجاو او حتى تقدر تعملي نفس الموديل شتوي وتستخدمي خيوط صوف هحتاج لماركر او دبابيس عشان نعلم اثناء الشغل وابرة التنظيف هشتغل بابرة رقم 4 مليمتر وهحتاج للمقاس واي واحدة قياس بالسنتيمتر علشان ناخد المقاس اللي هنشتغل عليه الفستان اللي هشتغله النهاردة هشتغله لبنت عندها 6 سنوات ويلبس من 5 او حتى 7 سنوات المفروض ان المقاس اللي بتعتمد عليه سواء كان كبير او صغير بتعتمد على محيط دوران الرأس بالشكل ده كده بتلف المزورة على رأس الطفلة او على رأس الشخص اللي بتنفذي له الفستان والرقم اللي بيتلع عندك هنا على المزورة بيبقى هو ده الرقم اللي المفروض تشتغل عليه سلسلة البداية لحد ما توصلي على نفس المقاس انا المقاس اللي تلع عندي للطفلة هو 50 سنتيمتر اذا انا المفروض ان انا اشتغل هاخد لنفسي حلقة البداية بالشكل ده واحد اتنين واسحب الخيط بتاعي بعد كده هرتفع سلسلة عليا والمفروض ان انا هرتفع لحد ما اوصل على المزورة ل50 سنتيمتر اللي هو محيط رأس الطفلة لكن الحقيقة ان انا هشتغل فقط على 45 سنتيمتر يعني هقل 5 سنتيمتر طب انا ليه هقل كده هقل لاني عايزة سبرينة الفستان تبقى ديقة شوية وهعود الدي اللي انا هعمله دوت باني هتسيب مساحة لزرائر على الباك ورا يبقى اذا من مكاني هنا هبتدي ارتفع بسلسلة عادية زي ما احنا شايفين مع بعض لحد ما اوصل على المزورة ل45 سنتيمتر اشتغلت السلسلة بالشكل اللي احنا شايفين ولحد ما وصلت معي على المزورة ل45 سنتيمتر اذا وصلت للمقاس المناسب بعد ما وصلت للمقاس المناسب هبتدي اشتغل اول سطر بغرزة النص عمود من مكان ما انا موجودة هلف الابرة وهفوت اول غرزة تحت الابرة على طول وفي الغرزة اللي هتقابلني بعد كده هشتغل جرزة نص عمود ادخل اخد الخيط معي ثلاث حلقات اخرج منهم كله بالشكل ده كده بعدين اللي بعدها بنفس الطريقة معي ثلاث حلقات هخرج منهم مباشرة ولف الابرة والغرزة اللي بعدها وعلى مدار السطر كله والحد النهاية هشتغل بنفس الطريقة في كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة نص عمود السطر بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين مع بعض في نهاية السطر هبتدي ارتفع للسطر الجديد سلسلتين واحد اتنين الف الشغل بتاعي وهشتغل على السطر الجديد نفس الغرزة لكن هتزايد كل رابع غرزة من مكاني هنا هشتغل ثلاث غرز نص عمود ادي الغرزة الاولى واحد اللي بعدها اتنين واللي بعدها الغرزة التالتة بالشكل ده كده اشتغلت تلاث غرز في الربعة هعمل تزايد وهشتغل غرزتين في نفس الغرزة الف الابرة بتاعتي وهدخل اخدت تلاث حلقات كمان مرة في نفس المكان هاخد كمان غرزة بالشكل ده كده يبقى انا اشتغلت غرزتين في الغرزة الرابعة هشتغل تلاتة فردي وفي الربعة تزايد بنفس الطريقة هلف الابرة وهاخد اول غرزة واحد اللي بعدها اتنين اللي بعدها تلاتة بالشكل ده في الربعة هعمل تزايد واشتغل غرزتين في نفس المكان ادي واحد اتنين وبنفس الطريقة دي هشتغل تلاتة فردي والربعة تزايد اتنين في الغرزة الواحد لحد السطر بتاعي بنفس التزايد كل رابع غرزة بالشكل ده وفي نهاية السطر هرتفع سلسلتين واحد اتنين الف الشغل بتاعي بالشكل ده وهشتغل السطر ده غرزة بف انا هنا في مكاني في نفس مكان الارتفاع هشتغل اول غرزة بف هبتدي الف الابرة وادخل في نفس مكان الارتفاع بالشكل ده اسحب الخيط وارتفع به واحتفظ به كل الحلقات على الابرة وبعدين الف الابرة تاني وهدخل في نفس المكان اخد الخيط بالشكل ده كده بجانب الارتفاع اللي انا ارتفعته في الاول فهعتبر ان انا اخدت ثلاث مرات يبقى هسحب كل الحلقات اللي معايا بالشكل ده كده واقفل عليهم بسلسلة وهاخد كمان سلسلة يبقى انا اشتغلت باف وارتفعت سلسلتين فوق الباف هكمل على نفس الطريقة هفوت غرزة على السطر بالشكل ده وفي الغرزة اللي بعدها على طول هشتغل نفس الغرزة الف الابرة وهدخل اخد الخيط ثلاث مرات ادي واحد احتفظ بيهم على الابرة هلف الابرة للمرة التانية وادخل اخد الخيط ادي المرة التانية وبعدين للمرة التالتة في نفس المكان بالشكل ده هاخد كل الحلقات واخرج بالشكل ده كده بعد ما خرقت من غرزة الباف هقفل عليها بسلسلتين واحد اتنين هقرر بنفس الطريقة هفوت سلسلة وفي الغرزة اللي بعدها على طول هشتغل نفس الغرزة هدخل اخد الخيط مرة بنفس المكان هدخل للمرة التانية بنفس المكان للمرة التالتة بالشكل ده كده وهسحب كل الحلقات اللي على الابرة وهقفل عليهم بسلسلتين هفوت السلسلة وفي الغرزة اللي بعدها على طول هشتغل نفس غرزة الباف اشتغلت بنفس الطريقة لحد نهاية السصر زي ما احنا شايفين مع بعض كده بقت القطعة بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه على نهاية السطر اشتغلت اخر غرزة باف عندي اخر غرزة اللي هي غرزة الارتفاع هشتغل غرزة نص عمود عدي زي الارتفاع اللي في بداية السطر بالشكل ده كده وصلت للنهاية هبتدي ارتفع للسطر الجديد سلسلتين والف الشغل بتاعه من مكاني هنا هوت على السطر الجديد هبتدي على غرز الباف ارجع اشتغل غرزة نص عمود من جديد غرزة فوق كل غرزة هلف الابرة بتاعتي وفيه الغرزة اللي هتقابلني على طول ادخل اشتغل غرزة نص عمود بالشكل ده كده معي ثلاث حلقات هاخدهم كله ده السطر الاول اللي انا اشتغلته على القطعة هبتدي دلوقتي فوق غرزة الباف شايفين في غرزة بالشكل ده كده هدخل اشتغل عليها غرزة نص عمود بعدين الغرزة اللي بعد الباف على طول هشتغل كمان فيها غرزة نص عمود يبقى انا برجع املى كل السطر ده تاني بغرز النص عمود غرزة فوق كل غرزة فيه فوق الباف شايفين الغرزة اللي فوق الباف هشتغل فيها غرزة بالشكل ده كده الغرزة اللي جنب الباف باشتغل فيها غرزة وبنفس الطريقة ديت غرزة فوق كل غرزة كده لحد ما اوصل للسطر بتاعة ما احنا شايفين مع بعض غرزة نص عمود فوق كل غرزة بالشكل ده كده ولحد نهاية السطر في نهاية السطر هبتدي ارتفع سلسلتين ودور الشغل بتاعي السطر اللي اشتعلت فيه ان نص عمود ده يعتبر يعني ان انا بعيد السطر الاول اللي كان غرزة فوق كل غرزة بالشكل ده كده ودلوقتي هبتدي اعيد السطر التاني اللي هو كان فيه تزايد انا هنا كنت بشتغل تزايد كل رابع غرزة بشتغل تلاتة فردي والربعة تزايد اما هنا هشتغل اربعة فردي والخمسة تزايد من مكاني هنا كده هلف الشغل بتاعي وهشتغل اربع عمدة او اربع نصف عمود بالشكل ده كده ادي واحد الغرزة اللي بعدها اتنين الغرزة اللي بعدها تلاتة اللي بعدها اربعة اشتغلت اربع عمدة هشتغل في الخمسة تزايد غرزتين في نفس الغرزة ادي واحد اتنين هكرر اخد اربع فردي واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخمسة تزايد غرزتين في الغرزة الواحدة ادي واحد في نفس المكان هاخد كمان نصف عمود نهاية السطر بتاعي بتزايد كل خامس غرزة وباقت القطعة معي بالشكل ده هبتدي في نهاية السطر بالشكل ده كده ارتفع للسطر الجديد سلسلتين وعلى السطر الجديد هبتدي اعيد سطر جرز البوف الجنب الارتفاع هنا هشتغل اول غرزة بوف هاخد لفتين مع الارتفاع يعني تلاتة بالشكل ده كده وهبتدي اسحبهم كلهم واخد سلسلتين هفود غرزة على السطر وفي الغرزة اللي بعدها على طول هشتغل نفس الغرزة من تلات لفات ادي واحد اتنين تلاتة اسحب كل اللي على الابرة مرة واحدة كده وهقفل عليهم بسلسلتين نفس السطر اللي اشتغلناه بغرزة البوف افود غرزة وفي الغرزة اللي بعدها اسحب غرزة بوف مكونة من تلات صحبات بالشكل ده كده هاخرج من كل الحلقات واقفل عليهم بسلسلتين افود غرزة وهاشتغل نفس الغرزة في الغرزة اللي بعدها وعلى مدارس سطر كود زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا ارتفعت بالسطور بنفس طريقة العمل مغيرتش اي حاجة وانت كمان اي مقاس هتعمليه سواء كان زغير او كبير او حتى على المقاس البالغ او النسائي بنفس الطريقة بتبتدي تقرر التلات سطور دول اللي هما سطرين غرزة النص عمود وسطر من غرزة البوف وبترتفع بالسطور لحد ما توصلي بالكولة على المقاس المناسب اللي تقدر يتاخذي عليه مقاس الباط بشكل مريح طيب ايه الفرق الفرق فيه السطر اللي بنعمل فيه تزايد فيه غرزة النص عمود هنا عملنا سطرين نص عمود سطر بدون اي تزايد وسطر فيه تزايد كل رابع غرزة يعني تلاتة فرزي والربع تزايد وبعدين اشتغلنا البوف بعدين السطرين اللي من نص عمود تاني سطر بدون اي تزايد وبعدين السطر اللي بعد كده زودنا عمود على الاعمدة الفردية فأصبحنا بنعمل تزايد كل خامس غرزة يعني هنا كل رابع غرزة هنا كل خامس غرزة البف بعد كده هنا هوت كل سادس غرزة وهكذا كل سابع غرزة كل تامن غرزة كل ما بتنزلي بتزودي عمود على الأعمدة الفردية وده فين في السطر التاني بس لكن السطر الاول اللي بنشتغل وبعد غرزة البف من غرزة النص عمود غرزة فوق كل غرزة بدون أي تزايد يبقى التزايد فين في السطر التاني من غرزة النص عمود لكن السطر الاول بدون أي تزايد سواء هنا أو هنا أو هنا أو هنا لا بتعملي بس تزايد في السطر التاني من غرزة النص عمود هنا كل 3 فردي والربع تزايد هنا 4 فردي والخمسة تزايد هنا 5 فردي والستة تزايد هنا 6 فردي والسبع تزايد وهكذا طيب انا هنا كده وصلت للمقاس المناسب بالنسبالي ومش حاب ارتفع من جديد المقاس كده بقى مناسب هبتدي اعمل ايه الاول حاجة هقفل الباك بتاع الفستان من مكاني هنا هوت على باك الفستان هبتدي اقفل في الاتجاه التاني شايفين غرز الارتفاع الموجودة على بداية الجهة التانية فيه تالت غرزة بالشكل ده هدخل اشتغل غرزة منزلقة علشان اقفل الباك بتاعي شايفين كده هبتدي في المرحلة دي ان انا انصص او ازبط الباك في المنتصف بالشكل ده كده حتى لو ممكن تستخدمي ابرة التنظيف وتقفل الباك بيها لحد ما تغذي العلامات بتاعتك عشان تتأكدي انك ان القطع معاك بشكل سليم زي كده هوت انا هبتدي انصص القطع بتاعتي بالشكل ده وعلى حرف القطع هبتدي احط النفسي اللي هي الحروف دي هبتدي احط النفسي علامات او مارك علشان اعلم مكان الباط المناسب بالنسبالي وطبعا انا هلازم اخد من هنا مساحة نفس المساحة اللي هاخدها من هنا اعد بقى الغرز اخد مسافة بشكل كده هوت المهم ان الاتجاهين يكونوا فيهم نفس المساحة اللي انا هسيبها من هنا ومن هنا علشان الباط بتاعي بالشكل ده كده اخدت العلامات بتاعتي لمنطقة الباط المناسبة بالنسبالي وهبتدي اكمل الشغل بتاعي بشكل طبيعي من مكان ما انا موجودة هنا هكمل شغل من مكان قفل الباك هنا هوت بعد ما قفلت منزلقة كده في مكان الباك هشتغل بشكل طبيعي وطبعا من بداية من هنا مفيش اي تزايد لكن انا هشتغل غرزة فوق كل غرزة هبتدي الف الابرة وكل غرزة هتقابلني هشتغل جواها غرزة نص عمود بالشكل ده كده والحد ما اوصل للمارك اللي موجود عندي في علامة البود اوصلت للمارك بغرزة فوق كل غرزة من غرزة نص عمود زي ما احنا شايفين كده شايفين العلامة الموجودة في الغرزة اللي عليها الدور هشتغل فيها بشكل طبيعي بالشكل ده كده غرزة نص عمود زي ما انا ماشي بالزبط وبعدين هتجهل كل المرحلة دي او كل الغرز دي وهروح على الغرزة اللي مسكها المارك في الاتجاه الخلفي بالشكل ده يبقى انا اشتغلت في الاتجاه الامامي وهروح مباشرة على مكان المارك في الاتجاه الخلفي اشتغل كمان غرزة بشكل طبيعي خالص بالشكل ده كده ويبقى انا مش محتاجة خلاص للمارك ده لو شلتو يبقى انا وصلت منطقة الباط بشكل سليم زي ما احنا شايفين كده وهكمل شغل بشكل طبيعي غرزة فوق كل غرزة لحد المارك اللي في اتجاه التاني وهقفل منطقة الباط بنفس الطريق للمارك في الاتجاه التاني بالشكل ده شايفين الغرزة اللي مسكها المارك هشتغل فيها بشكل طبيعي وبعدين زي ما عملتها هتخط كل المكان ده وهروح مباشرة على الفراغ اللي مسكوا المارك في الاتجاه التاني وهشتغل بشكل طبيعي كمان غرزة في مكان الغرزة بالشكل ده كده وهكمل غرزة فوق كل غرزة والحد نهاية السطر لنهاية السطر في غرز الارتفاع اللي على بداية السطر بتاعي هشتغل غرزة منزلقة واقفل الراوند بتاعي وارتفع للسطر الجديد سلسلتين واشتغل بنفس الطريقة في كل غرزة هتقابلني غرزة نص عمود بالشكل ده كده والحد نهاية السطر كل اللي انا هعمله هبتدي ألفه وارتفع بالسطر من غرزة النص عمود كده بالشكل ده كده وطبعا ما فيش اي تزايد زي ما احنا شايفين منطقة الباط اتقفلت بالشكل ده كده وهارتفع بالسطور لمدة اربع سطور كمان من نفس غرزة النص عمود كل اللي انا هعمله في نهاية كل سطر هاخد ارتفاع سلسلتين والف بالسطر تاني لمدة اربع سطور ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد ارتفعت باربع سطور من غرزة النص عمود ده جرزة فوق كله جرزة بالشكل ده وبداية من السطر الجاي هنشتغل الكلوج لكن بغرزة مختلفة من مكاني هنا هوت كده هبتدي ارتفع للسطر الجديد ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وفي نفس مكان الارتفاع في نفس الغرزة هشتغل عمود بلفة واحدة لكن هخرج منه على ثلاث مره الف الابرة بتاعتي وهدخل اخد الخيط معي ثلاث حلقات هخرج من حلقة حلقة واحدة بس وبعدين حلقتين فحلقتين بالشكل ده كده بعدين هعتبر ان الارتفاع دعوة عمود كده عمودين هاخد سلسلتين وفي نفس مكان العمود دوت هشتغل او في نفس مكان الغرزة هشتغل كمان عمودين اه على ثلاث مرات حلقة واحدة حلقتين فحلقتين بالشكل ده كده بعدين كمان عمود في نفس المكان حلقة حلقتين فحلقتين بالشكل ده كده ابقى انا اشتغلت ايه اشتغلت ارتفاع وبعدين عمود اه سلاسي من لفة واحدة خدت سلسلتين وكمان عمودين في نفس المكان هكرر ابتدي الف الابرة بتاعتي وهفوت غرزتين وفي الغرزة التالتة هشتغل نفس الصدفة اللي اشتغلتها هشتغل عمود اخرج منه من حلقة حلقتين فحلقتين كمان عمود في نفس المكان بنفس الطريقة سلسلتين وبعدين كمان عمودين في نفس الغرزة اخرج من حلقتين اه اصدي حلقة واحدة فحلقتين فحلقتين اخر عمود وهكرر على مدار السطر كله بنفس الطريقة فوت سلسلتين وفي الغرزة التالتة هشتغل نفس الصدفة اللي هم عمودين بخرج منه على ثلاث مرات حلقة حلقتين فحلقتين كمان عمود باخد سلسلتين وباشتغل كمان عمودين في نفس المكان بنفس الطريقة والحد نهاية السطر السطر بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين مع بعض في نهاية السطر بالشكل ده كده فاضل اخر ورزتين لو تبقى عندك ثلاثة هتفوتيهم برضو وتشتغلي منزلقة بشكل طبيعي وتقفي وتقفيلي السطر بتاعك بالشكل ده كده في سلاسل الارتفاع في المنزلقة وعلشان السطر الجديد بتاعي يبقى بدايته سليمة انا لازم انتقل في منتصف الصدفة هنا فهشتغل منزلقة كمان في الغرزة اللي بعد كده على طول بالشكل ده كده وبعدين منزلقة جوه فراغ الصدفة عشان انتقل في منتصف انتقلت في منتصف الصدفة كده هبتدي ارتفع ثلاث سلاسل واشتغل نفس السطر اللي اشتغلته هاشتغل كمان عمود جنب الارتفاع اخرج من حلقة واحدة في حلقتين في حلقتين بالشكل ده اخد سلسلتين ونفس الصدفة هاشتغل كمان عمودين في نفس المكان بالشكل ده كده كل الاعمدة اللي بنشتغلها بنخرج منها على ثلاث مرات اشتغلت صدفة بالشكل ده هروح مباشرة على فراغ الصدفة اللي بعد كده واشتغل نفس الصدفة عمودين سلسلتين عمودين ولحد نهاية الصدفة اشتغلت جوه اخر صدفة معي على الصدفة بالشكل ده كده في نهاية السطر هبتدي في سلاسل الارتفاع اقف المنزلقة بالشكل ده كده وارتفع للسطر الجديد ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة ارتفعت ثلاث سلاسل بالشكل ده كده هبتدي اشتغل جوه الصدفة اللي جاية دي هشتغل نفس الصدفة اللي هي عمودين سلسلتين عمودين بالشكل ده كده اشتغل كمان عمودين في نفس المكان اشتغلت نفس الصدفة بالشكل ده شايفين على الغرزة الاخيرة من الصدفة على العمود الاخير من الصدفة هشتغل عمود بنفس الطريقة حلقة حلقتين فحلقتين بالشكل ده كده شايفين انا الارتفاع بداي هعتبر ان ا اشتغلت على بداية الصدفة بتاعتي وبعدين فيه منتصف الصدفة اشتغلت صدفة جديدة وفيه العمود الأخير اشتغلت فوقه كمان عمود هقرر بنفس الطريقة شايفين الصدفة اللي بعد كده هشتغل فوق الغرزة الاولانية او العمود الاولاني غرزة في مكانه سليم بالشكل ده كده وبعدين جوه الصدفة هشتغل الصدفة بتاعتي بشكل طبيعي واحد اتنين سلسلتين كمان اتنين اشتغلت الصدفة جوه منتصف الصدفة كده على نهاية الصدفة في هرزة العمود هشتغل عمود فوق العمود بالشكل ده كده شايفين بنفس الطريقة هلف على السطر كله على بداية الصدفة هشتغل عمود وفي منتصف الصدفة هشتغل صدفة وفي نهاية الصدفة هشتغل عمود والحد نهاية الصدفة معي اخر صدفة على السطر بالشكل ده يبقى انا بعمل ايه بشتغل جوه الصدفة صدفة عادية زي ما احنا شغالين لكن بقيت اخد عمود على بداية الصدفة بالشكل ده كده وعمود على نهاية الصدفة في منتصف الصدفة بشتغل الصدفة الطبيعي بتاعتي والزيادة هي الاعمدة اللي على بداية واخر الصدفة سلسلتين كمان عمودين الشكل ده كده وبعدين العمود اللي بغضوا على نهاية الصدفة وهنهي السطر بتاعي بمنزلقة طبعية زي كده ده كده شكل القطعة بتاعتي بعد نهاية السطر اللي احنا فيه دلوقتي انا من نفس السطر الاخير ده هرتفع كمان اربع سطور اشتغلت سطر وهاشتغل كمان اربع يعني اجمالي همس سطور من نفس السطر اللي احنا بنشتغل فيه ايه اشتغلنا فيه صدفة جوه الصدفة لكن على بداية الصدفة بناخد عمود وعلى نهاية الصدفة بناخد عمود يبقى فيه منتصف الصدفة صدفة لكن في بداية الصدفة عمود وفي نهاية الصدفة عمود وهرتفع اربع سطور ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد زي ما احنا شايفين مع بعض كده الخمس سطور بنفس الطريقة وزي ما احنا شايفين ان الكلوجة بدأت تكسر معي وتعمل كسر كده شايفين بعد ما نهيت الخامس سطور بتاعتي هعمل تزايد من جديد بالشكل دا كده من مكان ما انا موجودة ونهيت السطر انا كنت بعمل ايه باشتغل عمود قبل الصدفة وعمود بعد الصدفة وصدفة في منتصف الصدفة انا دلوقتي هشتغل قبل الصدفة اثنين وبعد الصدفة اثنين وفي منتصف الصدفة صدفة قديمة ارتفع للسطر الجديد 3 سلاسل اعتبروا اول عمود بالنسبالي ستعمل في الغرزة اللي هي بعدها على طول ستعمل كمان عمود بالشكل ده كده انا اشتغلت عمودين قبل الصدفة بالشكل ده وهشتغل الصدفة بتاعتي بداخل الصدفة بشكل طبيعي 2 عمود سلاسي بالشكل ده سلسلتين كمان عمودين نهاية الصدفة بتاعتي بالشكل ده كده هشتغل غرزتين عمود بعدها الغرزة اللي موجودة على الصدفة هشتغلها ادي عمود والغرزة اللي بعدها على طول هشتغلها يبقى انا اشتغلت عمودين قبل الصدفة وعمودين بعد الصدفة بنفس الطريقة دي شايفين بنفس الطريقة هشتغل اخد غرزتين قبل الصدفة بالشكل ده كده بالشكل ده كده والغرزة التانية اللي بعدها هشتغل هشتغل وقبل الصدفة عمودين وبعد الصدفة عمودين اصلت لنهاية السطر وقفلت منزلقة بالشكل ده كده هبتدي ارتفع للسطر الجديد واحد اتنين ثلاثة بالشكل ده وهشتغل من نفس الغرزة هشتغل ادي عمود الاول وهشتغل كمان عمود وبعدين هشتغل بداخل الصدفة صدفة جديدة وهشتغل بعض الصدفة عمودين يبقى عمودين صدفة عمودين بنفس طريقة لحد نهاية السطر وكل اللي انا هعمله زي ما تزايدت بالتزايد الاول خمس سطور هرتفع كمان بالتزايد ده خمس سطور اشتغلت سطر منهم يبقى هرتفع اربع سطور ونرجع نشوف الخطوة اللي بعدك بعد ما ارتفعت بالخمس سطور من نفس التزايد اللي كنا بنشتغل وانا هنا في نهاية السطر بالشكل ده كده افلت منظلقة ونهاية السطر بتاعي هبتدي دلوقتي ارتفع للسطر الجديد بتزايد جديد ارتفع ثلاث سلاسل وهشتغل تزايد هيعتبر اخر تزايد بالنسبالي انا كنت بشتغل ايه كنت بشتغل عمودين صدفة ثم عمودين بعد الصدفة بداية من السطر ده هبتدي اشتغل ثلاث اعمدة قبل الصدفة وفي منتصف الصدفة هشتغل الصدفة بشكل طبيعي ثم في نهاية الصدفة هاخد ثلاث اعمدة كمان زي ما هنشوف مع بعض كده هاعتبر ان الارتفاع بتاعي او العمود هشتغل الغرزة اللي بعده على طول بالشكل ده كده كده دايب العمود التاني وبعدين الغرزة اللي بعده على طول هاخد العمود التالت ابا اشتغلت ثلاث اعمدة ووصلت لمنتصف الصدفة هشتغل صدفة جديدة مكونة من عمودين نفس الصدفة بالشكل دا كده انا كنت باشتغل عمودين سلسلتين عمودين لا هنا هشتغل ثلاث اعمدة يبقى انا اشتغلت العمودين اهو هشتغل العمود التالت بالشكل دا كده واخد السلسلتين بتوعي ثلاث اعمدة في نفس الماكين بالشكل دا كده يبقى اشتغلت قبل الصدفة 3 اعمدة وجوه الصدفة نفسها زودت كمان عمودين بقت من 6 اعمدة بالشكل ده كده 3 اعمدة سلسلتين 3 اعمدة هعمل ادي الوقتي بعد الصدفة هيخد 3 اعمدة فردية ادي الغرزة اللي بعد الصدفة على طول 1 الغرزة اللي بعدها 2 الغرزة اللي بعدها 3 يبقى اشتغلت 3 اعمدة قبل الصدفة الصدفة وزودت عليها عمودين يبقى بقت 3 سلسلتين 3 وبعدين 3 اعمدة تانين بعد الصدفة 2 3 وهعمل الصدفة مكونة من 3 اعمدة سلسلتين 3 اعمدة وبعد الصدفة هشتغل 3 اعمدة فردية وهكذا يبقى انا هرتفع من السطر دوت هرتفع لحد ماوصل على طول الفستان اللي انا محتاجه زودت بقى سطرين 3 4 25 المهم ان انا هرتفع بنفس السطر الاخير ده مش هغير اي حاجة لحد ماوصل للمقاس المناسب ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده شايفين معايا كده انا وصلت ليه الطول المناسب بالنسبالي وارتفعت بالسطور لكن قبل ما نفنش الفستان انا حابة وريكي ازاي بالزبط بنشتغل على الزيادات او التوسيع علشان تقدري تنفذي معايا الموديل بكل سهولة وما تتلغبطيش من كتر العواميد اللي بتبقى معاكي على القطعة شايفين هنا انا هنا كده في نهاية السطر بتاعي بقى في المنزلقة بالشكل ده كده قفلت منزلقة ونهيت السطر هبتدي دلوقتي ان انا زي ما انا شايفين انا كنت بشتغل تلاتة قبل الصدفة وتلاتة بعد الصدفة وستة اللي هم جوه الصدفة ازاي هشتغل كده شايفين فيه اعمدة كتير قبل منتصف الصدفة اعمدة كتير بعد منتصف الصدفة علشان يبقى شغلي مزبوط انا المفروض بشتغل تلات اعمدة التلات اعمدة اللي انا بشتغلهم دول بشتغلهم من فيد من بداية السطر لا بصوا معي كده انا بشتغل التلات اعمدة شايفين منتصف الصدفة بالشكل ده بشتغل الغرزة اللي قبلها على طول اللي قبلها اللي قبلها يبقى التلات غرز اللي قبلها بشتغل فيهم الاعمدة طب في اعمدة زيادة هنا انا مليش دعوة بيها طب انا عايزة اوصل للمكان الصحيح اللي هيبقى بدايته بداية السطر بتاعي بشكل سليم انا هنا من المنزلقة اللي قفلت فيها السطر هشتغل كمان منزلقة بالشكل ده كده قربت ااا وبقيت عندي ااا التلات اا غرز وانا عايزة ابقى عند الغرزة التالتة هنا هعمل كمان منزلقة يبقى انا اشتغلته منزلقة في منزلقة لحد ما وصلت للغرزة التالتة الا على اااا يمين المنتصف الصدفة اوكي بقيت فوق الغرزة التالتة كده يبقى ده بداية السطر بتاعي بشكل سليم هبتدي ارتفع عليه تلات سلاسل وهو دوت اول عمود بالنسبالي هشتغل كمان عمود في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده كده يبقى ده العمود التاني كمان عمود الف الابرة ودي كده تالت غرزة شايفين بقوا معندي تلات اعمدة التلات اعمدة اشتغلتهم فين فيه قبل منتصف الصدفة بتاعتي فيه التلات غرز بالشكل ده كده جوه الصدفة هشتغل الصدفة طبيعي تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود شايفين جوه منتصف الصدفة اشتغلت الصدفة اللي هم تلات اعمدة سلسلتين تلات اعمدة طيب انا عايزة اشتغل التلاتة عمود اللي بعد الصدفة هشتغلهم ازاي؟ شايفين بعد الصدفة فيه اعمدة كتير قوي ما بين الصدفة والصدفة اوكي؟ لا انا هشتغل فيه التلات غرز اللي ورا الصدفة على طول زي ما عملت فيه البداية بتاعت يبقى دي الغرزة اللي بعد الصدفة على طول الغرزة التانية الغرزة التالتة يبقى انا كده التزايد بتاعي بشكل صحيح ومكان الغرز بتاعتي بشكل صحيح شايفين انا عشان انتقل واشتغل الصدفة اللي بعدها شايفين فيه قد ايه غرز؟ لا انا مليش دعوة بالغرز دي انا عايزة اشتغل تلات اعمدة قبل الصدفة يبقى اتفقنا ان احنا بنشتغل التلات اعمدة او التلات غرز اللي قبل منتصف الصدفة على طول يبقى انا من مكاني هنا هوت بعد ما انا هيت تلات غرز اللي بعد الصدفة اللي معايا هروح الف الابرة واروح على منتصف الصدفة اللي بعد كده على طول اعدى قبلها تلات غرز واحد اتنين تلاتة يبقى دي بدايتي وهاشتغل من هنا هوت كده اول عمود بالنسبالي بالشكل ده كده اشتغلت العمود الاول بعد كده التاني بعد كده التالت بعد كده نص الصدفة هشتغل جواها صدفة اشتغلت الصدفة بتاعتي بالشكل دوت هبتدي اشتغل التلات غرز اللي بعد كده شايفين الصدفة اهي هشتغل واحد اتنين تلاتة احنا شايفين كده يبقى تلاتة الصدفة تلاتة انا عشان انتقل للصدفة اللي بعد كده بنفس الطريقة اللي عملتها هتخطى كل دوت واروح على منتصف الصدفة اشتغل التلات غرز اللي قبل منتصف الصدفة على طول ادي واحد اتنين تلاتة يبقى دي بداية الشغل بتاعي هلف الابرة وادخل اشتغل اول جرزة من التلات غرز اللي قبل الصدفة انا كده وريتكم ازاي نقدر نشتغل على التوسيع بشكل سليم علشان ما تتلغبطوش وتبقى الشغل بتاعكو ماشي مزبوط حتى لما كنت بشتغل غرزتين عمودين بس والصدفة من اربعة عمودين بنفس الطريقة بتشتغلي في الغرزتين اللي قبل منتصف الصدفة على طول زي ما احنا شايفين كده بعد ما ارتفعت بالقطع على المقاس المناسب بنسبالي انا كده هنهي الفستان المفروض ان احنا هنشتغل اطار لكن انا صراحة بما اني اشتغلته بالوان جنجا وشايف ان هو مش محتاج لاي اكسيسور او محتاج مني ان انا هنشتغل اطار هكتفي بالفستنات اللي بينا من الغرزة نفسها اه لكن انت طبعا لو اشتغلته بالوان سادة اه هتشتغل اي اطار من الاطارات اللي قدمناها مع بعض وانا كنت قدمت اه اه كزا تصميم وكزا اطار في التصميم والموديلات اللي قدمناها مع بعد قبل كده لو ما شفتهاش معايا او بتشوفين الاول مرة هسيب اللينك بتاعها اسفل الفيديو في تقداري تشوفيها والطباقي اي اه يعني اطار طبقناه قبل كده على فستان مختلف تقداري تطبقييه على فستانك اه دلوقتي انا من هنا كده هبتدي انهي الفستان بتاعي وصلت للنهاية انا في نهاية السطر هياخد بس سلسلة تأمين وارفع الخيط واقص من هنا الشغل كده هوت بنبتدي نلضم كل زوائد الخيط اللي موجودة معانا على القطعة في ابرة التنظيف ونبتدى ندخلها في الشغل بتاعنا شوية وانا نتخلص منها اا في الشكل دا كده وبعدين هنقصة بالشكل دا كده طبعا على باك الفستان بالشكل دوت تقدر يتركيبي زراير اا اا او تركيبيسوسطة زي ما تحبي انا هنا هراكب سوسطة وحابه اوريك ازاي بنركب سوسط وطبعا نركبنا زراير قبل كده فهنتعلم النهاردة حاجة جديدة شايفة السوسطة بتحطيها بالشكل ده كده بتدخليها على حرف السحاب شايفة كده وبعدين بداية السوسطة بيبقى عليها حرف زيادة كده بنتنيه بالشكل ده كده نمسكه باي لبوس يعني هنسبت السوسطة بتاعتنا بشكل مضيف كده على بداية الفستان شايفة بالشكل اللي احنا شايفينه كده هبتدي افتح السوسطة كي وعلى الحرف التاني هعمل بنفس الطريقة في الاتجاه التاني بالشكل ده كده بتتني حرف السوسطة وتسبتيها برضو بالدبابيز تسبتنا السوسطة بتاعتنا في الاتجاهين كده بابرة آآ وخيط عادي خالص وخيطة عادية جدا تقدر تخياطيها آآ بشكل طبيعي على حرف السوسطة بالشكل ده خياطة وسراجة عادية ممكن على اديكي وممكن على الماكنة ازا حبا كده نهية الفستان بتاعي زي ما احنا شايفين مع بعض آآ آآ الحقيقي موديل حلو قوي وبيبقى شيك جدا باللبس على البنات آآ آآ اتمنى تكون قدرت اوصلوا آآ ليكو بشكل بسيط وسلس وتقدروا تنفزوه معايا طبعا تقدر يتنفزيه بأي مقاس آآ سواء مقاس آآ صغير او كبير حتى على المقاسات البلغة او النسائية بيبقى حلو قوي آآ لكن حقيقة بياخد كمية خيت كبيرة لانه الكلوجة بتاعته وسع آآ آآ المقاسة اللي اشتغلناه النهاردة آآ آآ بالبداية اللي على خمسة واربعين سنتيمتر آآ آآ تقدر يتنفزيها معايا بنفس الطريقة ونفس الخطوات وهتلبس خمس وست وسبع سنوات آآ طبعا على اطوال مختلفة آآ آآ اخد مني آآ كمية خيت تقريبا منتين وتمانين جرام آآ آآ اتمنى تكون حلقة النهاردة عجباتكم آآ 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 ازا استفدتم منها آآ ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله